اشتركوا في القناة 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 فينا نحطها بكل بيت هل يعني الستاندرد عم نشوفه التلقاعدة إذا متل ما نبين هون إذا نحنا حبين نستعمل من حط بلانت إذا نحنا نشلناهن أو دخلناهن ما رح يأثروا بالديزاين المعمول بالبيت بس بتحس هيك بيعطوطاتش حلوة مظبوط يعني اتخيل الصورة بدون الخضار اللي فيها تفرق كتير بتفرق بس إنو ستل منا يعني منا نيز عم للديزاين هلا بهيدي الكيس أنا دايما كتير نيز بيقولوا إيه أوكي فاين بس إنو أنا ما معي وقت اهتم فيها أو بالبيت عندي ما في إضاءة معينة فينا نستعمل الارتفشل ليه لأنو نحنا عم نلعب على حاسة النظر سو نحنا بهمنا نعمل خضع نظرية كرمال يصير فيه يعني يعني يعطي مثل الزبزبات للدماغ إنو منرتاح هون الجرين وول يلي هو عم بيعتمد كتير اليوم كل بيزنس صار في الجرين وول كان صار في الجرين وول ورمان بواح ما نلاقي على المدخل بفيه جرين وول بس كمان خيان نحكي شوية عن الجرين وول شاربي لأنو الجرين وول بعتقيت فيه كمان سبشل كير لقالو إذا ما عملنا أكيد إصطناعي كمان أكيد وحتى للإصطناعي بده سبشل كير تنكون صريحين يعني الإصطناعي كمان بدي يكون محطوط بمطارح معينة في إلو طريقة تنظيف معينة منا صعبة مثل الناتشرال أكيد الناتشرال لأنو بده بده راش معين بسيزنز معين بهره مبدأت ستهايدة بالجرين وول وكمان الجرين وول في إلو ستايل صار يعني بطل إنو جرين وول ويلا كبينة في كتير ناس للأسف اليوم مش للأسف بالماركت وين ما كان منلاقي فيه ناس اللي هنه وفيه ناس اللي هنه التجارية في الأشخاص التجارية ما بيعتمدوا ستايلز إنو خلص ركبنا لنركب أنا دايماً لأي حدا عم بيتكلف بالجرين وول ما يفوت بهرشي إذا ما بده إذا مش عم بيعرف مع مين يشتغيل حدا يعمله ديزاين خصوصي لمطرح بيته يكون بيشبه البيت طبعه الشخصية ما يفوت فيه هوني عم نشوف مش جرين وول جرين سيلينج جرين سيلينج إذا بتطلع الريستورانس أو الكلابز وكتير صارت تدرج بلبنان وبدبي يعني بأهم الكلابز ما فينا نصمي هلأ بلبنان ما أنت مدينهم فوقدي طالع حلو المود وقدي الأشخاص عم بيطلبوه يعني ديك الدزاير يعني مبين كمان بأول صورة كمان هوني إزهلا هناك مبينة مع بيبليوتاك ومحطوط بار صغير ومحطوط شجرة كبيرة وإذا تنتبه كمان عطراف فيك موزعين البوتس كتير طلعين حلوين كمان هلأ هون اللي بدا أحكي بالبيت انه بالبيوفيليك ديزاين مش بس كمان أنه نحط بلانتس يعني إليم فينا نحط اللوحات فينا نحط يكون مثلا الداينينج روم عنا السوفات يكونوا اللي بدنا نقعد عليهم أو الكراسي يكونوا المشات اللي عم نعتمدون يكون فيهم البلانتس طبع الجرينري فينا نستعمل مثلا بالتولات أو حتى بالسالون إذا ما بدنا نحط البلانتس طبع الجرينوري مش بس إنه جبنا البلانتس حتى أوقات البرادة فيهم بيكون تعريقة معينة صحيح فيها تحمية بالمئة وفي كتير تعريقات عم بيكون فيهم يعني الشادوز والإفاة طبع الجرينوري أكيد هون كمان عم نرجع نشوف اللي هو وحبيت هيدا حتى هيك مثل يعني الهاف أرشي مثل لأنه لست فيك حكيتنا عنا وقلت لي زكرتني كمان بالخيام اللي منشوف فيون الخضرة والفويكة صحيح وحتى على البحر تكون صريحين هلأ يعني بعض كم شهر بدنا كله بيبلش يحضر للبحر سو هيدا كمان اتسان ايديا للأشخاص اللي مش عارفينيين عندهم خايمة كيف بدون يخبوها وبطريقة مرتبة تكون يعني شفنا العديد من البايوفيليك ديزاين بس كمان يعني بيلفتوا للنظر يعني بس نطلع به هيدا السورة أول شي بيلفتنا نظرنا هو الخضار اللي نازل من السقل وقديك لاسي يعني تطلع مش الطاولات مش الكارس لأنه بيدووي اللون الأخضر مثل اللون الأحمر يعني اللون الأحمر دايما أنا بقول العالم بيعمل له فوكل بوينت بيصير في عليا فوكل بوينت أو تنشون عليا كمان لغيري بصير فيها زيت الشي بس هيدا الصورة إذا هلأ نحن لغينا السيلينج بتطلع قدي كلاسي طالع الريستورانت كتير كلاسي وزيت الشي إذا بترجع بتحطه نسوع مع بعضهم بتلاقي إنه ما نزع الدزاين سو ما نخاف نحط جرينوري في كتير أشخاص بيخافوا أبدا لديك قدي مرتب وقدي الألوان ليه بقى مع بعضهم بس شاربين لما نحكي عن مطاعين بالتحديد أو بابات لتساي ونعمل جرينوري على السقف ما نخاف ينزل شيء أو يكون في شيء معي بهالك يس منروح على الأرتفشل لأنه أول شيء بدو مينتنانس دايما الناتشرال وسيزنل وإيام في رش معي بدو يحط متل ما بالبيوت يعني بالبيوت في كتير أيام أنا بفضل يتجهم الناس للأرتفشل لأنه إذا نحنا رشين اليوم الجرينوري وإجا لسه ما حلق الأولاد وحطوا إيدهم بيتمهم ممكن يتضرروا لذلك هوني عم نشوف الباب يبا مثلا وعم نشوف زيت الشيء كيف معمولة الطاولة هيك من راكس كتير عتي أفا والولت وراها الأخضر وحتى الصوفة مثلا بشايد زوف جرينز هوني نجمعين نحنا كل عناصر البايوفيلك ديزاين حفتينا نسوا وباعدين عن البلانتس بس تل مبين ناتشرال مبينين شوية طبيعة هون كمان عم نلعب على ألوان الحيطاني عم نلعب على ألوان الحيطان وكمان إذا بتنتبه حاطين نحنا حاطين على الحيط جايبين اسمو شجرة كبيرة مثل ما هي مقصوصة ومحطوطة سو بدل ما تكون هالشجرة أو معمولة لوح طاولة عم بتكون محطوطة مثل هيك بس شجرة دخمة كمان كمان كتير ها نتشوف اللي كنا عم نحكي عنه كمان بالصوفات وبالبوفين قدي كتير مرتبين ومحبينا بعد سنتين تلاتة ما بيأثر علينا نرجع من نرجع من شي تاني سو ما بيكون كتير أكل من الديزاين وقدي كلاسي بتطلع الديزاين هونيكي سو ما مأثر ولو عاملين فيوجون بين شي مودرن وشي اللي هو فري كلاسي ما بيأثر عليها لمدة القليل أولي اللي خروجين من الضوابات صح مثل بدنا نُقول هولي كان من 검ون ربحون كتير لأنه عم بيكون عم بيعطو قفا مرول اشغل مدروري عم ننزل وخروجين من قديل اكبر خلال ممكن يكونوا حتى انظرهم بالبيوت يعني ارتفع في الطرف ونظرهم على البلكون اشتراء عم بيكون إنظة conscienza جدية أكتر وأكتر صح فارغنا نظف ، فرنا الدولة شوفنا الدولة شوفنا regardless ut Jugend كمان بالبيوفيليك ديزاين إذا بنا نحكي بعناصر الطبيعة أي لون بتحسس يعني غير الأخضر بيتتجه عليه على الطبيعة هو كل تدرجات البنة الساندي كولورز كمان بهالكيس نحن فينا نعتمد الحيطان يعني فينا نعمل فيوجون بين الأخضر بين الجرينري اللون الأخضر وبين الألوان الترابية كتير بيلبقوا سوا وهو لهن العناصر اللي بزبط أسلا مبينين يعني كمان الأخضر بالتحديد بيلبق مع ثلاثة ربع الألوان هونيك مبينين مع جري وأبيض وهوني مبين مع باج وأخضر تاني يعني عندنا الأخضر وحتى الأخضر في كذا كذا روجات ليلو صح بس خبيعا ننتبه مثل ما ذكرت شربيل إذا بدنا نحط بلانتس عنا بالبيت أو بدنا نحط حيال لشي نوع طبيعي كون منتبهين للولاد لأنه في بلانتس همي قردي فيهم كمان ماتيريال زمسمين وكمان بزيت الوقت إنه ننتبه إذا فيه شمس ونسأل بس بدنا نشتري إذا هندور أو أقدور إذا بتعيش بالفاي أو لا صحيح إذا ها بتعيش بالمطرح اللي نحنا بنا نحطها نستعملها إذا ما بتعيش حرام نشتريه وتموت ونقضي كل شهر عن نشتريه نروح على الارتفشل وفيه كتير الارتفشل هلأ كتير من التبيعيين بريقا مع بيبين الفرق بينتهم خلصنا التبس للبيوفيليك ديزاين اليوم لشاربيل آخر هيكي آخر التبس عبيلك تعطيهم للعالم اللي هلأ قادين عم بيفكروا بتعرف نحنا متل ما قلت بالكورونا يمكن جبنا كتير بلانتس وما بق عندنا محل نحطن يمكن بدنا نرفوف يمكن بدنا نحط حيال أو شي سو شو هيكي التبلي بتعطيه وما نخاف إذا عنا سبيس هيكي أو آريا معينة صغيرة نجمعهم بكورنر واحدة لو حطين دفرنت تريز نحط قدامهم سوفا أو برجار صغيرة إذا بدنا نعود نقرة سو ما في أي مشكل بهيدي الدزاين فينا نعمل بالأنتراء كمان سو بأي مطرح نحنا منلاقي عنا سبيس فادي ولا نرتاح إذا بدنا نعمل زون ما في مشكل عملوا اللو حتى بالبيت تمام بيمبين لو اندور لأنه هادي يمكن الفكرة كانت بعيدة شوية عن العالم بيخافوا يحطوا بلانتس ندور كرمال الشمس والهوى وما العاكس في كتير بلانتس ما بدون كتير شمس وفي كتير بلانتس ما بدون عناية دايما سو فينا نستعملون داتس وقي أنا بقول دايما نروح عند الأخصائية نسأل بالناترال ونجيب صور لبيتنا يعني الصورة أو فيديو نصور وين الاسبيس ساعتها هو بيقدر يسهل علينا إذا شو اللي بتزبط عنه أكيد بس كتير شاربي نكرم على كل المعلومات اللي عطيتنا إياه وبعتقد يعني العالم يمكن هلأ صار عندها شوية تفوض وولتا تشوف شو بيزبط عندها بالبيت وشو فيها تجيب دايما نرجع نسأل ونرجع نرجع نعمل هيك تشيكي على البيت وشو بيلبق له وشو ما بيلبق له مرسي كتير شاربي نكرم لك أكيد نحنا مشوفها الخميسة جيئة بفقرة ديكال ترجعوا تتابعوا هايدي الفقرة وكل الفقرات اللي عم بيقطعوا ببرنامجنا ما قلكن غير تفوتوا على يوتيوب دوت كوم وتفتشوا على تليلي بوع على تشانل تابعنا وتقدروا تشوفوا هايدي الفقرة وكل فقرات البرنامج وكل البرامج اللي عم تقطع على شاشة تريفزون لبنان فاصل قصير ومنكمل صبحياتنا اشتركوا في القناة